السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي واخواتي وحشتوني جدا النهاردة جال لكم باخبار جديدة ركز معي في الكلام اللي انا هقوله وان شاء الله الكلام بتاعي هتشوفه قدام اولهم تصرحات تركي قال الشيخ واللي قاله عن النادي الاهلي واللي حصل من المنافسين مع النادي الاهلي تانيهم اللعب الجديد اللي هيجي للنادي الاهلي اللعب الاجنابي اللي هيجيبوه النادي الاهلي لعب من نادي سيون السويسري فركز معي في الكلام عشان الكلام ده انت هتشوفه قدام تمام تمام بس احب ان انا اقول كلمتين لناس معينة الناس اللي بتقول ان انا بجيب اخباري من كابتن علاء عبدالصادق انا عمري ما جبت خبر من كابتن علاء عبدالصادق وعمري ما اتكلمت عن خبر قاله كابتن علاء عبدالصادق انا بكتهد وبجيب اخباري بنفسي مش مصدقني هتلاقي الكلام اللي انا هلقول لك ده قدام بس قبل ما ابتدي الفيديو جهز المشروب بتاعك علشان تركز معايا كويس وقبل برضو ما ابتدي الفيديو نصلي على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام ودلوقتي قدر اقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي اول الفيديو بتصلحه التركي قال الشيخ وهنهي الفيديو باللاعب الجديد لاعب نادي سيون السويسري نبتدي باول تصريح للمستشار تركي قال الشيخ بيقول ايه بان من يريد ان يحصل على صفقات او لاعبين فليأتي بما يشاء من اللاعبين ولكن بدون ان تتعبوا انفسكم فلن تحصلوا على شيء لان الاهل قادم وبقوع حاببنا نتكلم في الموضوع ده فعلا انا قلتها قبل كده اقولها تاني سبب من ان احنا حصلنا على المركز التالت في الدورة الممتاز ناتج عن اجهاد لعبة بقالنا تلات سنين داخلين في بطلات كتير سواء كان دوري مصري سواء كان دوري ابطال افريقيا سواء كان سوبر افريقيا سواء كان كاس عالم اندية سواء كان كاس مصري سواء كان سوبر مصري فاللي حصل ده في تلات سنين مفيش نادي ممكن يستحمله وفي نفس الوقت هو ده سبب نتيجة ان احنا وصلنا مركز تالت في الدورة الممتاز للموسم اللي فات فانا قلتها قبل كده هقولها تاني ان النادي الاهلي لما بيرجع هياخد ساعتها الاخدر واليابس بس في ناس كتيرة في الاعلام حسستنا ان النادي الاهلي وقع وانا عارف من صغري النادي الاهلي ما بيقعش ممكن يقع سنة ممكن يقع سنة فعلا بس يتفرج على الله هيجي بعد كده تمام تمام تاني تصريح للمستشار تركي قال الشيخ بيقول اين ليه الناس بتزعل لما بنتكلم بالاركام والاحصائيات الاهلي في مكان اخر وانتوا لسه امامكم الكسير اوجه كلامي لكل من يريد ان يضع رأسه برأس الاهلي او يريد ان يجعل خلافي مع الاهلي غني ما يرتع منها انا اهلاوي وسأبقى اهلاوي وخلافي مع الاهلي انتهى واتمنى لهم التوفيق حاببنا اكلم برضو في الموضوع ده في ناس في ناس مش عايزة موضوع الساعات يتشال من النادي الاهلي عايزها تفضل اللزقة موجودة كده في النادي الاهلي عشان خاطر يحصل جدل ما بين الجماهير مع بعضها لانهم اما اصلا ما كانوش لقيين حاجة يتكلموا فيها على النادي الاهلي وخلاص ما صدقوا لقوا حاجة وعايزين يقفشوا فيها بس خلاص الموضوع بعد عن النادي الاهلي وبقى في مكان تاني وفي نفس الوقت المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر اتكلم عن الموضوع ان النادي الاهلي ساب الهدايا والساعات من سنة ونص وطركي قال الشيخ قال نفس الكلام فانا بقول لكل واحد اهلاوي من محبين النادي الاهلي خلي ليتكلم يتكلم خلاص الموضوع بقى رسمي وموجود في الاعلام وفي السوشيا الميديا بس في ناس هي مش عايزة الموضوع فعلا من النادي الاهلي بس نفض دماغك لان الموضوع خلاص طلع بعيد عن النادي الاهلي ودلوقتي كل اللي احنا بنفكر فيه بنفكر في اللي جاي مع النادي الاهلي تمام؟ تمام. فاي حد هيقعد يتكلم معاك في موضوع الهدايا والساعات عادي. خليه كده اوعي كده اتفرج عليه واتحك. والله العظيم. اوعي كده اتفرج عليه واتحك في الاخر. واتكلم برضو. لان هو مش هيلاقي كلام اصلا يقوله او اي حاجة يتكلم فيها غير الموضوع ده. فانا بقول لك نفض اي حد هيكلم معك. ما تبصش للكلام بتاعه. اتكلم عادي واكن ما فيش حاجة اتقالت قدامك. دي حاجة. تاني حاجة فيه ناس كتيرة عايزة تعطل النادي الاهلي. ليه? عشان هم عارفين النادي الاهلي عامزة القطر. عامزة القطر. بياخد اللي قدامه. وهم عايزين يوقفوك. مش عارفين يوقفوك. مش عارفين يحجموك بالمعنى الاصحة. فانت نفض وبص لله قدام ونبص للنادي ونبص لللي جاي بعد كده من البطولات. تالت تصريح للمستشار تركي قال الشيخ بيقول ايه? بكل المقييس الاهلي بعيدا عن منافسي بمسافة كبيرة. وهذا ليس كلامي. ولكن بالارقام والاحصائيات. وهناك بعد الاندية تتعمد بربط اسمها بالاهلي او تخلق الجدل لانها بتستفاد من ذلك. لان الاهلي مجرد ذكر اسمه يجعلك تظهر اعلاميا. هو ده اللي احنا عايشينه فعلا. اي احد موجود بيتكلم على النادي الاهلي. بيتكلم على النادي الاهلي بس عشان يظهر اسمه في الاعلام. ولا اكتر ولا اقل. مين فينا كان يعرف آآ كابتن ريدا عبدالعاد? مين فينا كان يعرف عمر الدردير? مين فينا كان يعرف ناس كتيرة موجودة في الوسط الاعلامي وفي نفس الوقت بيتكلموا عن النادي الاهلي وفي نفس الوقت هم عارفين مكانة النادي الاهلي. فكل واحد بيتكلم على النادي الاهلي اعرف اعرف بس من جواك انه هو بيتكلم بس عشان اسمه يظهر في السوشيال ميديا. سواء بقى كان سوشيال ميديا او اعلام او اسمه يطلع ترنت. لانه بس مجرد قال اسم النادي الاهل. معايا? معايا. نكمل بقى كلامنا. ربع تصريح المستشار التركي قال الشيخ بيقول ايه? الاهل كبير افريقيا ليس فقط ببطلاته. ولكن كبير افريقيا بجماهيره. التي تمثل اكبر نسبة على مستوى العالم العربي. ايضا. وليس في افريقيا او مصر فقط. فمن يتوهم انه لديه شعبية اقول له الاهل له نصيب الاسد من الجماهيرية باكتساح. وصيبكى سيد افريقيا. طبعا دي حاجة معروفة. مش حابب ان انا اتكلم فيها لان انا لو كلمتي فيها يبقى انا فعلا انا مين انا عشان اتكلم فيها? انتو زيت تبسوكم انتو عارفين. انت عارفين الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي في تصريح الرابع ده ان انتو عارفينوا ان الاهلي كبير افريقيا وكبير مصر وكبير الشرق الاوسط. بالاركام برضو وبالاحصائيات. والجماهيرو. اللي بتعشى النادي الاهلي. واللي دمها لونه احمر زي لون تيشيرت النادي الاهلي. نيجي بقى على لاعب نادي سيون السويسري. اللاعب ده اسمه فليب سكيودي فيتش. فليب سكيودي فيتش. طبعا بعد ما ترددت وسأل الاعلام ان النادي الاهلي بيبحث عن لاعب اجنبي واخر. فترددت الاعلام في سويسرا وقالت ان هناك مفوضات ما بين النادي الاهلي ولاعب. واللي هو طلع بنفسه وقال بالطبع هناك مفوضات جدية بين وكيلي ومسؤولي النادي الاهلي. ولقد اتصل بي المدرب مارسيل كولر من اجل انتقالي الى النادي الاهلي. وشرح لي الاجواء في مصر. وحدسني كثيرا عن النادي الاهلي. فانا كنت لا اعرف الكثير عن النادي الاهلي ولكن عندما بحثت عن هذا النادي اندهشت كثيرا من انجازاته. فهو نادي القرن الافريقي. وهذا ليس كلامي. واكثر الفرق شعبية. وجماهيرية في مصر وافريقيا والشرق الاوسط. ودائما يفوز بالبطولات. الافريقية والمحلية. ودائم ازهاب الى كأس العالم للاندية. واللي قد وفقت على الانتقال الى النادي الاهلي. وتبكى فقط الكشف الطبي. واعلان الصفقة رسميا. واتمنى ان العب في هذا النادي الكبير. واصنع بصمة معهم. وافوز ببطولة افريقيا لكي اذهب الى كأس العالم للاندية. لأول مرة في مسيرتي الاحترافية. شايف انت الكلمتين دول? الكلمتين دول هيديقوا ناس كتير. الكلمتين اللي قالهم اللاعب ده هيديقوا ناس كتير. وازن احنا كلنا عارفين هما مين الناس دول. او كل من الناس دي. والكلة دي اللي هي عارفة ان النادي الاهلي. ان هو كبير افريقيا ومصر والشرق الاوسط. بس في نفس الوقت مش عايزيني هترفع. دي القلة من الناس او الجمهور المنافسة. ماشي? فكلمتين دول بمجرد ان اللاعب سويسري يقوله وان هو بحث وعارف ده كله فهو بيقول لك انا عايز اعمل بصمة مع هذا النادي الكبير. تمام? مجرد الكلمتين دول يخلوا جماهير الاهلي تحبوا من قبل ما ييجي. او الله العظيم. تحبوا من قبل ما ييجي النادي الاهلي. وحتى لو ما جايش النادي الاهلي الناس كلها هتفضل فكرة. وهتفضل فكرة الكلام اللي هو قاله. تمام? تمام. فطبعا في نهاية الفيديو لو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد بتاعي. ويا ريت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيس بوك يا ريت بتعمل متابعة. وتفعل زر الجرس ويا ريت ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان الموضوع الناس كلها تعرفوا. ودلوقتي قدر اقول لكم ايه? سلام.